اهلا بكم اللي اول مرة يشرفني انا اسمي وفاق ودي قناتي وان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حاجة سهلة جدا بس في نفس الوقت لذيذة جدا 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 وهي البوف بيستري عجينة البوف بيستري انا جابها جهزة الحقيقة بحشوة التفاح المقرمل واللينك بتاع التفاح المقرمل موجود على اليوتيوب عندي بس يا ريت قبل ما نبتدي ما تنسوش تشتركوا في القناة المكتوب بالاحمر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على اول علشان توصلكوا اي اشعارات باكلات جديدة ان شاء الله وما تنسونيش في اللايك والشير والكومنتات عشان القناة تكبر بيكم بمشاقة الله اللي ببستري طبعا بيبقى فيه زبدة كتير فعشان اتعامل معاه برش راشة دي خفيفة كده وافرد انا ما لقيتش كنت محتاجة اللي هي الفطير او الشتات الكبيرة في الحجم شوية بس ما لقيتش اللي الصغيرة دي طبعا يعني الكبيرة ميزتها النهاية بتبقى كبيرة وبتخديها انت تقسميها اللي انت عاوزها لكن الصغيرة لما عوز واحدة كبيرة باضطر الحم اتنين في بعض بس بيمشي الحال يعني وبيتلاحموا يعني بس طبعا لو كبيرة يبقى افضل وانا بقطعها بالاحجام اللي انا عاوزها دي حشوة طفاح المقرمل سيبقى لكم فيه الموجود فيديو على القناة بتاعتي بالتفاح المقرمل بعمله مستطيل صغير بالطريقة دي واحطه على جنب واحد وبعد كده نفطت دي علشان اعرف الزق ويالزقهم بالطريقة دي وبعد كده ابتدي بالشوكة اعمل سنونه علشان ما يتفتحشي اسناء الفرن وطبعا الفرن على مية وتمانين اشكال بقى متعددة ممكن اعملها صغير وكبير نفس دي ممكن اعملها بس على فطيرة يعني على حجم اكبر شوية وعلشان ما تتفتحش مني في الفرن بعمل ال الحرارة تطلع بعمل التشكوقات اللي موجودة فوق الوش دي بتدي منظر وفي نفس الوقت علشان الحرارة اللي جوه تجد منفس انها هتطلع من هنا ما تفتح ليش آآ البوف بيستري نفسه نوع الاسف سيء شوية في يعني آآ سمحونا ده شكل تاني بقسم كده ما وصلش للاخر في كل ركنا آآ حز بالسكينة ما وصلش للاخر وبعد كده احط حبة في النص وامسك بقى اضلع واسيب ضلعة امسك ضلعة اجيب له النص واسيب الضلعة اللي بعديه اه مسكت ضلعة كده واسيب اللي بعديه وضلعة واسيب اللي بعديه وهكذا اقربتها من ما كانت بينيها عن الكاميرا اه واسيب ضلعة ده والزادة واسيب ضلعة ده والزادة ممكن بقى في النص احط كارزايا او احط حبة طفاح بحاول اخليها مستطيلة او منتزم على قد مقدر ده بقى بقفلها زي الظرف كده بامسك كل نحيتين مع بعض بالطريقة دي واقفلهم برضو لازم كويس قوي لان ده الدلع ده اللي انا بقفل مع بعضه ده لو ما قفلتوش كويس هيفتح في الفرن فلازم اقفلهم كويس قوي 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 يعني قفلتوهم كده ورجعت التانيتهم عملت بوزة الفوق كده طويلة وبعد كده تانيتها عشان برضو في النص هنا احم حط كارزايا او احط آآ قطع الطفاح مقارمل وبرضو افتحها الفتحات دي علشان نطلع منها الهوى وما تفتحش من آآ اللحمات اللي انا عمليها نفسها. الطريت بقى هنا اعمل اتنين مع بعض اقوم لحماهم بالطريقة دي لان الشيتات اللي عندي كانت صغيرة. فقمت لحمة اتنين بالطريقة زيه. وعملتو مستطيل ده بقى عاملية حاجات صغيرة خالص كده يعني ادوب الواحدة تتاخد في مرة كده كانها بمبونية يعني. بحط الحشوة آآ على الطرف من ناحية دي. وعلى الطرف من ناحية التانية. وبعد كده ارول دي عن ناحية دي. وارول دي عن ناحية دي. وبعدين اتطحهم زي ما انتو هتشوفوا في الفيديو كده. طبعا نفس نفس دي بالزبط ممكن نعمل على شيتات حجمها اكبر شوية. وبالتالي الرولات هتطلع آآ آآ اكبر شوية من اللي انا عاملها. انا عاملها صغيرة خالص. الرولة صغيرة يا دي بتتاكل فقط مواحدة. ها ممكن يبقى الشيت اكبر من كده. وممكن تبقى الرولات اكبر من كده. بس هي نفس الفكرة. اقرب الاثنين مع بعد كده. وبعدين ابتدي اقاطى بالسكينة. دي حاجة دي اهي. يعني ماسات صغيرة خالص كتع الصغيرة. لابت خالص او اه حجمه اطمى. هتشوفوها بعد كده بحطها بقى لبها بقى بعدلها لفوق كده وقوم مبططها هتشوفوها انا برصاف صانية. وطبعا كل اللي انا رصاف صانية على ورقة زبدة وكل الفرن مولع وبعد كده بعد ما بخلص اه بقوم جايبة بضاية وعليها اه معلقة او حليب او برص كده بوقفها بقى كده وايه ما بططها شوية بقى داية. اه بضاية وعليها اه شوية حليب وممكن فانيلا علشان ما يبقاش في زفارة او ممكن زي ما انا عملت كده بحط اه نسكة فيه او بحط اه قهوة سريعة الزوابان حابة صغيرين قوي عليهم واقلبهم بيدوا اه لمعة حلوة وبيضوا لون حلو. بحطها واقفة كده وبعدين ببططها. دي اشكال تانية دي كلها رولة واحدة وبعد كده اه اقطعها اه قطع برضو صغيرة. زي السينامون رولز كده بس على ايه ميني 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 خالص يعني. ميني بتاع الميني. اه هنا هي مش هتفتح لان هي مفتوحة من الطرفين يعني فمش هتفتح ميني ولكن بحط الخطوط دي كشكل. اه دي شكل كمان ده الشكل اللي بعد كده. فطائر زي الاولانية زي اول واحدة خالص اللي هي مستطيلة طويلة بس على زغير. برضو اه اضغط عليها بالشوكة كده علشان ما تفتحش. وبرضو علشان ما تفتحش مني اخد خطوط كده علشان الهواء يطلع منها او الهواء السخن يطلع منها. بتنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات والكومنتات والشير. ادي البداية وعليها حبة حليب. وبدل ما احط الفانيلا حطيت النسكافيه. بداية الزفارة. نسكافيه زغيرين بداية الزفارة وفي نفس الوقت بيدي اه لون دهب يحلو اه بعد السوا. وهكذا الصانيات التانية. بيطلع بقى احجا مختلفة. اللي عاوز واحدة كبيرة او موجودة. اللي عاوز واحدة كده اطمت بق موجودة. وهكذا. دي الزرف برضو بس الزرف على صغير. الاولين اللي انا عملته كان كبير خالص. ده زرف صغير. بتبقى طبعا التأسين بتاعته مربعة. او القطعة بتاعته بتاعت الباف بستريم مربعة. نفس الحكاية لازم اقفله كويس. وهتشوفوه بعد ما طالع من الفرن ما فيش اي حاجة فكت. لاني مقفلة كويس قوي سواء بالشوكة سواء بالتأفيلة اللي بلقيه دي. لازم اقفلهم كويس قوي قوي قوي. ودخلهم في الفرن لحد ما يحمروا. بقول لاش هاليوم الشواء ولا حاجة. هما نفسهم آآ بيستووا كويس من تحت ومن فوق. وهما في الرف الاوسط. وده شكلهم بعد ما طالع من الفرن. طبعا يا اما يتاكلوا كده طعمهم برضو حلو جميل ومسكر. يا اما اللي عاوز يرش عليه آآ سكر بودرة ده اختياري. دي المستطيلات الصغيرة واللي تحتيه ده اللي انا هسند عليه المستطيل الكبير. ودي المربعات الصغيرة الزرف وده المربع الكبير. وده آآ اللي فوق على الشمال واللي تحت في النص دول اللي هما آآ يعني حجمة اطمية يعني. اللي عاوز يأكلوا كده يعني في ناس بتحبها كده وفي ناس بتحبها عليها سكر بودرة. فانا عملت جزء كده وجزء كده. جزء مرشوش عليه سكر بودرة. وجزء سيبته آآ من غير سكر اللي عاوز كده او اللي عاوز كده. ارجوكم استفدتم من الفيديو. واشوفكو في فيديو جديد ان شاء الله. وصحتين وهنا. شكلها رائع وطعمها اروع. وصحتين وهنا. شكرا chasing. شكرا